موسيقى هنأ التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية جماهر الشعب والقيادة السياسية والقوة المسلحة والأمن والمقاومة الباسلة بمناسبة العيد الوطني 32 من مايو يوم إعادة اللحمة اليمنية التي مثلت عهدا جديدا من التاريخ اليمني واقترنت بها شموس الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية وأكد البيان أن ما تحقق يوم 22 من مايو 1990 إنما هي وحدة شعب واحد ظل متطلعا لعقود إلى إعادة وحدته التي تحققت بإرادة المناظلين جنوبا وشمالا وأن ما اعترى النظام السياسي بعد قيام الوحدة من سلبيات لا يمكن تحميلها الوحدة كمبدأ وقيمة وإنما توجب على كل وطني مخلص تصحيح المسار وتوحيد الصفوف نحو استعادة الدولة وإعادة بنائها على أسس مدنية واتحادية حديثة وثق ما تضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل وجددت أحزاب التحالف الوطني دعمها لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مشيدة بما تم إنجازه من عودة قيادات الدولة إلى أرض الوطن ولفت البيان إلى أنه في هذه المرحلة الحاسمة والشعب اليمني يواجه تحدي ميليشيا الحوثي ما يعزز أواصرنا ويرسخ وحدتنا ويجعلنا أكثر تماسكا أمام المخاطر المحدقة بوطننا وشعبنا وهويتنا وأمننا القومي وجدد التحالف السياسي الشكر والتقدير للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فيما يقدمه من دعم للشرعية اليمنية ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي رعى المشاورات اليمنية التي أفضت إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وعودة قيادة الدولة إلى أرض الوطن هنأ التجمع اليمني للإصلاح الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية 22 مايو وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح عدنان العديني إن ذكرى الوحدة تأتي هذا العام بوقع خاص ومختلف عن سابقاتها منذ الانقلاب في 2014 إذ تأتي هذه المرة إثر مجريات سياسية وطنية هدفت إلى توحيد الصف الوطني الجمهوري المقاوم للانقلاب كمعالجة ضرورية للتباين الذي انعكس في مجمل الأداء وتحديدا في معركة استعادة الدولة اليمنية وأشار العديني إلى أن الذكرى تحل عدن الباسلة والتي شهدت لحظة إعلان الوحدة تستعيد دورها الوطني كحاضنة لتحرير كل اليمن وأوضح العديني بأن عدن تستحق الوفاء والإسناد وبالقدر الذي يمكنها من أن تكون عاصمة جامعة للجهد الوطني ومركزا لمواجهة الميليشيا الحوثية وأكد العديني أن الوعي الوحدوي والنضالات التكاملية لمناظلي سبتمبر وأكتوبر كان الرافعة الرئيسية التي مكنت اليمنيين من تجاوز ضعفهم والانتصار على الإمامة والاستعمار وهو ما يحتاج إليه الشعب اليمني اليوم ودع العديني كل القوى السياسية إلى تجاوز الماضي والسعي نحو تحقيق دولة جامعة لكل اليمنيين دولة تضمن لهم جميعا حقوقهم المعيشية وتكفل حرياتهم السياسية قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني العميد الركن عبدو عبدالله مجلي بأن ميليشيا الحوثية ارتكبت 4276 خرقا منذ البداية الهدنة الأممية المعلنة في كافة جباهات ومحاور القتال بمحافظات مارب وتعز والجوف وحج والظالع وصعدة والحديدة وأوضح مجلي خلال إجاز صحفي يوم أمسا عناصر الاستطلاع لقوات الجيش الوطني في جباهات محافظة مارب رصدت خلال العشرين يوم الماضية ارتكاب ميليشيا الحوثي لمائتين وأربعة وخمسين خرقا للهدنة في الجباهات الجنوبية والشمالية الغربية للمحافظة وأشار العميد مجلي إلى أن الخروقات تنوعت في استحداث متارس ومخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والمسيرات المتفجرة ونشر قناصين والدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية وقال العميد مجلي إن القوات المسلحة ورجال القبائل والمقاومة الشعبية وكل الأحرار من أبناء اليمن سيظلون سدا منيعا في مواجهة الانقلاب والإرهاب وصمام أمان الوطن في حماية الأرض والسيادة والوحدة والمكتسبات شارك نائب رئيس مجلس النواب محمد الشداد يوم أمس في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولوية الأولى وناقش المؤتمر مستجدات القضية الفلسطينية وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية والعدوان الصهيوني الخطير على القدس الشريف والاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على حرمة المسجد الأقصى المبارك وأكد نائب رئيس مجلس النواب في كلمته أمام المؤتمر على أهمية عقاد المؤتمر في هذه المرحلة التي فرضتها الأحداث المتسارعة في أرض فلسطين المحتلة وما يتوجب القيام به من تكاتف وتضامن مع الشعب الفلسطيني وقال الشدادي إن جرائم العدو الإسرائيلي الغاصبة تجاوزت كل الحدود وشدد على ضرورة تحديد مفاهيم جديدة وأساليب مبتكرة لنصرة الشعب الفلسطيني باعتباره مصدر التحرير وقائده وهو من يخوض المواجهة مباشرة في الميدان نيابة عن الأمة وأكد الشدادي أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة تحسين حركة الوصول إلى مدينة تعز وبقية المدن تنفيذا للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة جاء ذلك خلال انضمامه السبت للقاء جمع نائبته ويندي شيرمان مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان السعود بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وأكد الوزير بلينكين دعم الولايات المتحدة القوية للهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والتطورات الأخيرة في اليمن بما في ذلك استئناف الراحلات الجوية التجارية من صنعاء والسيراد الوقود المنتظم عبر ميناء الحديدة وأشدد بلينكين وفقا لبيان الخارجية الأمريكية على الحاجة إلى تحسين الوصول إلى مدينة تعز ومدن أخرى على الخطوط الأمامية للنزاع في اليمن على نحو عاجل أكدت الحكومة الهندية وقوفها إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار وقال وزير الخارجية الهندي سوبر جيشة في تهنئة على حسابه بتويتر تحياتي لوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وحكومة وشعب اليمن في يومهم الوطني وأوضح جيشة أن الهند ستقف دائما إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق السلام والازدهار تواصل ميليشيا الحوثي تدمير القطاع الصحي ونهب مخصصاته التشغيلية وموالد المشتقات والمراكز الطبية والمساعدات الدولية وقال عاملون في القطاع الصحي لصحيفة الشرق الأوسط أن الترد الذي وصل إليه أكبر مستشفى وهو مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري في صنعاء يهدد بانهيارهما وأرجع العاملون ترد أوضاع المستشفيات الحكومية إلى سياسات التدمير الحوثية التي طالت القطاع الصحي برمته وأسهمت بتراجع أغلب الخدمات الطبية التي كانت تقدمها للمشافي الحكومية كرمت قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز اليوم أفراد اللواء 22 ميكا وأفراده على دورهم في حفظ أموال المواطنين وممتلكاتهم وجاء التكريم اليوم على خلفية قيام أفراد من اللواء بتسليم أموال كبيرة ومجوهرات عثروا عليها في إحدى المنازل في خطوط التماس وقاموا بإعادتها لملاكها الذين نزحوا منها بداية الحرب الحوثية على المدينة وأشادت قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز بأبطال الجيش الوطني وأمانتهم وتضحياتهم مؤكدين أن هؤلاء الجنود مثال للشرف والأمانة والنزاهة التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني برعاية وتنظيم مؤسسة الصندوق الخيرية للطلاب المتفوقين أقيم صباح اليوم في قاعة الأديب كثير بجامعة حضر موت ندوة علمية عبر تقنية الزومع تحت عنوان تطوير مخرجات الجامعة والمعاهد لمواكبة وظائف المستقبل الندوة تشارك فيها كل من جامعة حضر موت وعدن وسيئون ومعهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية ومعهد العلوم الصحية بحضر موت وتهدف الندوة لمواكبة تطورات العلم وإدخال مناهج الذكاء للصناع والتقنيات التكنولوجية وذلك بمختلف التخصصات العلمية ضمن المقررات الدراسية بالجامعات والمعاهد بما يمكن من إعداد وتهيئة الكفاءات العلمية القادرة على الاستجابة لمتطلبات وحاجات وظائف المستقبل وتحدياتها اشتركوا في القناة